وصل أهالي قطاع غزة التوافد على أسواق مدينة رفاح الفلسطينية للحصول على المستلزمات للاحتفال بعيد الفطرة يأتي ذلك على الرغم من استمرار عمليات القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق قطاع غزة رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع غزة لأكثر من ستة أشهر أصار الأهالي على الاحتفال بعيد الفطر المبارك على طريقتهم فعلى أمل استعادة لمحة من حياة اختلفت ملامحها تماماً هذا العام لأهالي غزة تلونت أكوام الدمار بفساتين الفتيات ورائحة صوان الكعك التي خبزتها النازحات غمرت المخيمات كما توافد النازحون في القطاع على أسواق مدينة رفح لشراء مسلزمات العيد لاستقبال عيد الفطر ولكن في ظل محاولة الأهالي في إدخال بصيص من الفرحة على قلوب أبنائهم الناجين من القصف المتواصل والدمار المستمر إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قتل تلك الفرحة بمواصلة أعماله الإجرامية والعسكرية من صبيحة يوم العيد من خلال تحليق طائراته الحربية في أجواء قطاع غزة تلك الطائرات التي تستمر في القصف بشكل متواصل على قطاع غزة مما يهدد بسقوط مزيد من الضحايا الذين تخطى عددهم المائة ألف شهيد وجريح وذلك بحسب السلطات في قطاع غزة ما زال في غزة أمل بصمود الأهالي رغم آلام الحرب فهنا لا شيء يمنع الحياة رغم الجوع والإبادة الجماعية الإسرائيلية ومهما تماد العدوان في القتل والدم فإرادة الحياة في غزة تنتصر